ترجمة نانسي قنقر المتتبعة للمواشرات التي نشرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي أتت ضمن التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من عام 2024 يرصد بوضوح نهضة القطاع الاقتصادي في المملكة لأسيما وأن الاقتصاد البحريني اليوم يعد اقتصادا متنوعا ومتوازنا ومستدما على أسس راسخة وبحسب تقرير الأخير للربع الثاني من عام 2024 سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.3% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8% وصلت التقرير ضوءا على أداء الأنشطة الاقتصادية حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية في دفع مستويات النمو خلال الفترة وبلغت نسبة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والتي تبلغ 85.2% خلال الربع الثاني من العام 2024 وفي الأعوام القليلة الماضية تم تنفيذ العديد من الأهداف التي تحققت قبل المواعيد المحددة لها ضمن خطة التعافي الاقتصادي وأولويات برنامج عمل الحكومة وهو ما يؤشر على كفاءة وجودة التنفيذ ومن بين القطاعات التي شهدت تنمية كبيرة قطاع المشروعات المالية والسياحة والتجارة بالإضافة للأنشطة العقارية وخدمات الأعمال التي شهدت في الواقع نمو اقتصاديا وتدورات عديدة لتكون أحد أهم روافد الاقتصاد غير النفطي هذا الانتعاش القوي يأتي بتزامن مع توجيهات سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء في إجراء مشاورات لسياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 ما يعكس عمق الفائدة المحققة من الخطة ودورها في تسريع وترة تعافي الاقتصادي في المملكة والعلى من أبرزها تلك القطاعات غير النفطية التي تواصل مؤشراتها بالارتفاع وفقا للأرقام الدورية التي يتم نشرها ترجمة نانسي قنقر